تجميد العمل المغاربي للأسف مرة ثانية تم في عهدتي الأولى كوزير خارجي في 1995 جاء ذلك بطلب رسالة مكتوبة من الوزير الأول وزير الخارجية المغاربي رحمه الله السيد الفلالي طلب تجميد المغرب العربي فليست للجزائر أي مسؤولية في هذا التجميد في تجميد العمل المغاربي الظروف لم تتغير بل تفاقمت سلبياتها ويصعب اليوم الحديث عن إحياء أو إعادة الروح إلى الاتحاد المغاربي والحال هو الذي نعرفه جميعا ترجمة نانسي قنقر